الحقيقة الأغنية دي من الأغنيات الجميلة الحقيقة زيها زي بقية الأغاني اللي احنا بنسمحها دائما في قراءات أو من خلال قناة النادي الأهلي الحقيقة قبل ما اتكلم عن أي حاجة عايزة أقف شوية عند كابتن محمود الخطيب نجمه أسطورة لكرة القدم المصرية والإفريقية ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة وأحد رموز القلعة الحمراء كلاعب وكذلك في مجال الإدارة الحقيقة كابتن محمود خلال الفترة الأخيرة عمل حاجات جميلة جدا وأثبت أنه هو زي مكان نجم كاروي أسطوري الحقيقة لا يوجد شبيه لكابتن محمود الخطيب يعني دايما تجد أن اللعيب الكبير أو اللعيب الجامد أو الأسطورة في كرة القدم إذا نجح في التدريب لا ينجح في الإدارة أو كذا ولا كذا ولكن كابتن محمود الحقيقة بيثبت سنة عن سنة وكلما مرت الأعوام وكلما مرت السنين تجد أنه الاتجاه دائما أن هذا الرجل أو هذا النجم الكبير الحقيقة بينجح في كل حاجة هو بيعملها أثبت كمان أنه أسطورة في الإدارة الحقيقة لأنه بفضل حكمة وعقل وهدوء كابتن خطيب بيتمتع بيهم الحقيقة كابتن خطيب لما تتعامل معاه ومهما كانت الأمور اللي أنت بتتعامل فيها ومهما كانت المشكلة اللي أنت رايح له بيها أو الأزمة كبيرة هتلاقي بيتعامل بمنتهى الهدوء والحكمة يبدأ يفكر في طريقة الحل يبدأ يفكر فيما هو أنسب للنادي الأهلي وتجد بعد كده أن الأمور بيتم حلها بسلاسة غير طبيعية الحقيقة عشان تلاقي دايما النادي الأهلي تحت إدارة أو تحت إدارة الكابتن خطيب ومجلس الإدارة الحالي بطولات وأرقام قياسية كبيرة جدا 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 الحقيقة زيها مثل هذه الإدارة زيها زي بقية إدارات النادي الأهلي دائما ما تجد أن من 1907 وحتى الآن كل إدارات النادي الأهلي كل واحد فيه بأسطورة كل رئيس نادي كان أسطورة من الأساطير الكبيرة جدا في عالم الإدارة وتعلمنا كلنا منه واللي قبله واللي بعده وتعلم منه وهكذا وهكذا وكابت الخطيب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في حاجة ما أعرفش حضراتكم واخدين بالكم منها ولا لأ أن أنت دايما بتجد أن زمان الكرة كان تجد أن رئيس النادي أو عضو مجلس الإدارة أو يعني يا رئيس النادي يا نائب رئيس النادي يا أمين السندوق هما اللي بيسافروا مع الفريق دلوقتي كابت المحمود أو من ساعة ما كابت الخطيب جيه تجد أن الكابت الخطيب بلا بالعكس بيدي الناس تحت السن وبيدي الناس اللي فوق السن علشان الناس تتعلم الناس تتعلم الإدارة وخلي بالكم ده مش على مستوى الكرة بس ولكن على مستوى كل الألعاب كل الألعاب الجماعية بيحصل فيها مثل هذه الأمور عشان في النهاية لو بقيت في يوم من الأيام رئيس نادي تقدر لو عضو مجلس الإدارة مسيره يبقى في يوم من الأيام أو الأفضل دائما بيبقى في يوم من الأيام عضو مجلس إدارة بيصعد للمنصب الأعلى وهكذا وهكذا لغاية لما يصل يبقى رئيس نادي فأنت لما تصل تبقى رئيس نادي تبقى عارف أنت بتتعامل إزاي في كل حاجة مش في كرة القدم بس عشان كده تجد على مستوى فريق الكرة ومستوى الألعاب الجماعية بتجد دلوقتي أن الأمور تغيرت عن زمان وده من ضمن التفرات اللي بتحصل يعني هتكلم دلوقتي عن التفرة الإنشائية وكل ده ولكن أيضا من ضمن التفرات اللي بتحصل إن كان في بعض الأمور كده إن رئيس نادي أو نابي رئيس نادي أو أمين السندوق هما اللي بيسافروا مع فريق الكرة لأ لما كانت الخطيب قاعد يفكر لأ إن الموضوع يجب أن يتغير وده في مصلحة النادي الأهل مش في مصلحة حد في مصلحة النادي الأهل فبقى الكل بيطلع هنا شفته دكتور مهند وشفته قبل كده أستاذ محمد الغزاوي وشفته كل مش عايز بس عشان ما نساش أسماء كل ناس طلعت كرؤساء لبعثات النادي الأهلي في كل الألعاب الجماعية في الكرة وفي كل الألعاب الجماعية من هنا إحنا بنتعلم بنتعلم إزاي تدير نادي الأهلي نادي بقيمة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي طفرة الإنشائية طفرة إنشائية كبيرة جدا نجح كابت خطيب خلال هذه الفترة كابت خطيب بيبقى مجلس الإدارة مباشرة لما أتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي مقر جديد تم إضافته إلى مقرات النادي الأهلي بسم الله من شاء الله إنجازات إنشائية هيلة في كل تقريبا مقرات النادي الأهلي حضراتكم بمنتهى البساطة تقدروا تشوفوا عدد البطولات أنا مش هتكلم عنها ولكن عدد البطولات اللي تم تحقيقها في الألعاب الجمعية ما قبل تولي كابت خطيب وما بعد تولي كابت محمود هنلاقي فريق الكرة وأرقامه القياسية اللي اتحققت على مستوى البطولات في عهد مجلس الإدارة الحالي والسابق عشان كده أنا عايزة أدي له جزء من حقه وقوله شكرا يا كابت خطيب وبالنيابة عن جباهير النادي الأهلي اللي سامعانة دلوقتي وأكيد بتقوله شكرا شكرا على كل حاجة على الأوقات اللي كنت تعبان فيها وفي حاجات أنا بشكل شخصي ببقى على تواصل مع كابت خطيب وببقى شايفه وببقى سامع صوته وببقى عارفه وعمل إزاي وتعبانة دل ايه وما جا اتكلم معه طبا كابتن هتكلم حالك في وقت تاني يقول لي يقول لي ايه الموضوع بتاع الأهلي طالما حاجة خاصة بالأهلي يقول لي ايه الموضوع عشان نحل ونقعد نتكلم في الموضوع ممكن ساعة واثنين وثلات عشان نحل فشكرا مرة تانية لكابتن محمود الخطيب ولمجلس إدارة محترم كانوا دائمين التواجد في النادي كابت خطيب تحديدا متواجد مع فريق الكرة دائما في كل العثارات قبل النجاحات خلي بقى لحضراتكم وده المهم جدا 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 لو نفتكر حضراتكم يوم لما خسرنا الدوري من كم سنة وكان المباراة في الجونة أعتقد مع الجونة وكابتن خطيب عمل اجتماع لللاعبين جوه الملعب بعد خسرتنا للدوري العام مباشرة وقال لهم من هنا حتبدأ الانطلاقة الجديدة وبالفعل كانت انطلاقة جديدة لو حضراتكم تتذكروا الاعتدار اللي عمله مجلس أو اللي عمله لعبت النادي الأهلي بعد خسرتنا فيه وخروجنا من البطولة الأفريقية في 2019 حتى الان النادي الأهلي وصل لجميع نهائيات البطولات الأفريقية أنا اللي أنا بقوله ده جماعة أرقام واضحة أرقام تدل على أن هناك منظومة رياضية نجحة بقيادة إدارية نجحة ترجمة نانسي قنقر